السلام عليكم أيها الحبة البعض يعتقد أن الأشياء اللي تتطور هي فقط الفيروسات مثل الفيروس كورونا هناك متحورات جديدة وسلالات جديدة كلهم نسمع عنها أو اللي يتطور فقط البوكيمون هو اللي فقط يتطور لا لازم صحة معلوماتك حتى الفتاوى تتطور أيها احنا حسب ما قرأنا من الكتب وتعلمنا من مشايخنا أنه لا يجوز تهنيئة الكفار بأعيادهم وهذا مرأي هذا اتفاق الفقهاء وإجماع الأئمة الأربعة لا يجوز لأن تهنيئة الكافر بعيده يعني إقراره على كفره لكن منذ سنوات بدأنا نسمع فتاوى أخرى تقول بالجواز وأنه لا بأس بتهنيئتهم لكن بشروط بأنه لا بأس بأن يهنيئهم في أعيادهم لكن بضوابط وبشروط هذا الفتوى أنه لا بأس يجوز لكن بشروط هذا المرحلة الأولى المرحلة اللي بعدها تطور أكثر وتحور جديد وقال بعضهم أن تهنيئة غير المسلمين مستحبة أصبحت مستحبة التهنيئة في عصرنا هذا شوف من حرام لمستحب ممكن كيف ممكن؟ ممكن لأن العلة تغيرت والحكم يدور مع العلة حيث دارت وجودا وعدمها هذا نوع من التجديد في التراث وهذا تطور من جائز إلى مستحب عنده هنأت لك أجر عند الله هل بقي المستوى على هذا؟ لا بعدين في سلالة جديدة طلعت من الفتاوى أن التهنيئة واجبة وفريضة فهنا مضرة أهل الكتاب واجب وتهنيئتهم فريضة على كل مسلم يفهم الإسلام لا هذا تطور خطير هذه سلالة مخيفة جدا لأن الواجب والفريضة معناه أنك آثم إذا ما هنأت الكافر في عيده هذا الفيروس يجمعك خطير ويتطور بطريقة سريعة جدا أنا أخاف أن في طفرة جديدة بس وتطور بسيط ممكن تطلع لنا سلالة جديدة ودخلونا جهنم تتوقعون نوصل إلى المرحلة تتوقعون وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد طبعا سنقول للناس حسنى وسنهنيهم بأعيادهم أنتم ترفضون أوامر الله صراحة وعن سابق إصرار وتصميم أن كل مسلم لا ينفذ أوامر الله أو أحد الأوامر هو كافر بهذه الآيات التي فيها الأوامر سيكون هذا المسلم مثل إبليس هذا إله يأمر وليس شخص هذا الأمر بنفذ وهذا الأمر ما بنفذ وهذا الأمر سوف ترى أنك مع إبليس بجهنم طيب يا أم أستاذ طيب يا أستاذ كيالي معقولة في هذه المسألة تكفرنا لو دخلنا جهنم وتخلينا مع إبليس سوف ترى أنك مع إبليس بجهنم والله شر البليء دي ما يضحك يا رجل يا رجل طيب أعطونا فيروس لهالفيروس كمامات أو لقاح يعني شوي من التعايش نبقي شوي من التعايش والمحبة معانا الزين مع المخالفين لرأيك عاملونا معاملة النصراني أشداء الكفاري رحماء بينهم أظهر الرحمة يا أخي وابتدى الفكر الوهابي أو السلفي يتسلل إلى بلادنا المسالمة فابتدت تظهر هذه الأراء الشاذة والله هذا ليس بفكر وهابي ولا سلفي وليست آراء شاذة هذا الدين دين الله وهذا إجماع الفقهاء افتح أي كتاب فقهي لعلماء السابقين تكلموا في هذه المسألة وقرأ الإسلام من نسبة للعلاقات الاجتماعية إنساني أن نزع أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما يخص مسيحي مصر على وجه الخصوص فاستوصوا بإقباطها خيرا فإن لكم فيهم زمة ورحمة يا شيخ شوي من هذه الإنسانية لمن يخالفونكم استوصوا بنا خيرا أيضا ألا نستحق الوصية بالخير أما الأراء الشاذة فلا محل لها من الإعراب ونترح وراء ظهورنا لكن نقول يعني عيب ترى الموضوع واضح جدا حتى ما يحتاج إلى فتوى النصراني والكافر بشر يمر بحياته بمناسبات سعيدة أو حزينة في السعيدة خلك معه أمور الشخصية وهنأة وكذا حزينة عزي ودعمة احتاج مال أعطيه من مالك حقوق أبذلها له كل شيء كل شيء أمور شخصية خلك معه في المناسبات المفرحة أو المحزنة أتت قضية دينية انحرف عن هذا الأمر قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم مع حنيفة ما معنى حنيفة اقرأوا في التفسير حنيفة كان يميل عن الأديان الباطلة يا أمور دينية أميل عني خلاص ما لي شغل في دينه هو كشخص لو حقوقه أبذلها له وأبر به وأكون عادلا معه لكن في أمور الدينية أما قال الله لكم دينكم واليدين يا أخي هذا مفاصلة لك دينك ولي ديني وانتهى الموضوع ثم لا يخفاكم هالمناسبة الآن مو فقط دينية صارت موسم للفسق والفجور والشرب الخمور والدعارة والمخدرات مناسبة لكل أنواع المعاصي كيف المسلم يليق به أن يهنأ غيره على هذه المناسبة أو يشاركهم في مثل هذه المناسبات يقولون يجب علينا أن نتعايش مع الآخر يا أخي نحن أكثر الناس تعايشا مع الآخرين أكثر دين هذا دين في النهاية ندين الله تعالى به وكل ما تكلمنا عن حكم التهنئة أتوا لنا بهذه الآية أن تبروهم وتقصطوا إليهم طيب نحن نتعامل معهم بالبر في المعاملات الاجتماعية ونتعامل معهم بالقصد في المعاملات المالية أما في الأمور الدينية لكم دينكم وليدين وعلينا واجب اتجاههم أن ندعوهم إلى الإسلام لا أن نقرهم على دينهم بعدين نشوفوا الدول الأوروبية هذه ما شاء الله شاقيننا الشق من التعايش معنا ما يجينا من يعني كأفراد نحن نتعامل معهم بالبر والقصد لكن كدول للأسف الشديد ما نرى أي معنى من معنى التعايش ما يجي الظلم إلا من عندهم والإساءة لديننا ورسولنا عليه الصلاة والسلام إلا منهم ككتاب وصحفيين وإعلاميين ورساميين وأفلام البعض يقول هذه الفتوى منطلقة من فقه الواقع لا يا حبيبي هذا مو فقه الواقع هذا ضغط الواقع أمام ضغط المجتمع الدولي وأمام العلاقات وأمام صار ضغط الواقع قاعد تتغير الفتاوى وتتغير الأحكام وسنعود نحن الثابتون على ديننا وعلى الفتاوى العلماء والفقهاء الذين أجمعوا على الأمر لا يمكن أن يجمعوا على باطل ما كانوا على باطل إمام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وكل هؤلاء العلماء الذين اتفقوا على هذا الأمر وأجمعوا عليه ما كانوا على باطل سنعود نحن من نتمسك بديننا وبتراثنا سنعود غرباء في آخر الزمان ويا حبيبي خلك ثابت على دينك وخل شعارك سوف نبقى هنا أيوة سوف نبقى هنا على ديننا وعلى عقيدتنا وعلى هويتنا وعلى أخلاقنا وعلى مبادئنا وخل الجماعة يتطورون براحتهم لكم دينكم وليدين اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم ثبتنا على الدين اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم آمين يا رب العالمين رغم كيد العدى سوف نبقى هنا اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم